أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام تجمع دول فشجراد وخاصة ما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان وما تقوم به الدولة من جهود كبيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصري وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان جاءت تصريحات مدبولي خلال رئاسته اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين وأنها أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية وطم تصميمها وفقا لاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين لتعزيز جودة حياة المصريين كما أثنى مدبولي على تأكيد الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تأكيده حرص مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات المضادة لكورونا ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية